اشتركوا في القناة تجريم العلاقات الرضائية ما هو تعالى؟ أحشان يا أخي العلاقات الرضائية علش ما تدخلوش تعدد الزوجات في العلاقات الرضائية يك هو بغاوه يبغاوه يضحك حتى وار قصة زواجك بحنان مسألة حنان كانت حادثة سيد جئة بها من الحانات والخمارات كانت ترقص هناك قالوا لا راه الفيزازي تزوج دير النقاب ودير كده هذي عمليات نصب قدروا نشوفوا شنهار السيل فيزازي في إسرائيل في رحلة مثلا استجمامية الله يجيب شي تذكير عليك إياك آه بشي نهاش كلا بشي نسيل الرحيم الناس يجيب دينا أنا من اللي فتحت عيني وأنا اللهم جميل اللهم دمر إسرائيل لأنا رأي إسرائيل نطيحة السحاب والحضارة والرق والضامار كين في بلد المسلمين فكرة بطحسين فيزازي وبركاتك يا شيخ نبيل عيوش كانت يصور يا خير الله تواصل معاك باش يستشرك ما نجيبت الشاب مغريبي ويحيدلوا السروال إلى آخرين فكل شيء يدوز لينتا المثليين والدعارة من بعد تدير في الجنيريك تحت إشراف الشيخ محمد الفيزازي إنه ممكن يلتقت صورة وأصحابه صورة فيها نص دقيقة قلوا أهو السين الفيزازي مبرع مع صوفياتا وفي إسطنبول لبؤات الأطلس أنا ما كره شيء يديروا لكي طمام زيال ويغطيوا كل شيء ويلاعبوا الكورة بدل ما يأخذوا السلسفر من ألمانيا هم يعطيوا السلسفر من ألمانيا نلتقي ونختلف هذا الأمر لا يفسد للود قضية وطلو عليكم جديد في حلقة من حلقات برنامج توجهات ضيفنا وضيفكم هو شيخ الشيوخ وقاصف الجبهات الأستاذ محمد الفيزازي أهلا بك أهلا وسهلا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شكرا على قبولك الدعوة أهلا وسهلا بكل سرور شكرا كنش سهد بضاف طانجا طانجا بهجا جوا وأهلا دائما وأبدا السلسفر من فنان إلى سلفي جهادي إلى معتدل ماذا سنجد مجهة عندك؟ الأخرى الأخرى؟ معتدل وفقا والأوجه التي فاتت؟ فيها لها وعليها بكل تأكيد لها وعليها أيام الشباب وأيام المراهقة كان هناك رسم، كان هناك شعر، كان هناك غناء، كان هناك تمثيل في المصراح إلى آخره ثم بعد ذلك جاءت أيام الدراسة ومن كباب على العلم ومجالسة الشيوخ كبار الشيوخ في المغرب ثم بعد ذلك طبعا وإن كان أنا عندي التعليم على منحيين مختلفين منحة شرعي والمنحة العصري العادي فأنا أستدلغة الفرنسية كما ليخفى ثم بعد ذلك بكل تأكيد ككل مسيرة ممكن أن يتخلى لها عثارات ومطبات وعراقيل ومن مطباتنا أننا كنا قد انزلقنا إلى منهج التكفير ومنهج الشديد ومنهج الغلوم، الغلو والتنطع وهو أمر الحمد لله الذي عفانا منه ثم إن شاء الله عز وجل أن ننتقل إلى ما انتهى جميل، بعد تلك المراجعات وخروجك من السجن بعفوين من طرف صاحب الجلالة هل أنت بالفعل مقتنع بما صرت إليه أو عليه؟ أم هي فقط تبريرات تحاول إقناع نفسك بها والضحك على الآخرين؟ أكيد، التبريرات قد تدوم شهرا شهرين، أسبوعا أسبوعين، لكن لا تدوم السنوات بل حوالي 16 سنة أو 17 سنة من المراجعة والانعطاف إلى ما نعتقده هو الأصوب والأحسن، فلا يمكن الإنسان أن يضحك على نفسه على غيره سنين طويلة والزمن كشاف، بعضهم قال لي والله أن هذا فقط من باب التقية حتى إذا ما وجدت فرصة فأنا بمجرد خروجي من السيشن صفرت إلى تونس لأنه كما لا يعرفون الكثير من الناس أن تونس يومها في 2011 كانت منقصمة إلى قسمية، يعني العلمانيون وهذا لا مكان له، كان حزب النهضة هم إسلاميون إخوان مجموعة، كانوا يسيطرون على الإدارة الجامعة، مؤسسة كلها، وكان السلفيون يسيطرون على المسجد كلها، في تونس كلها، وكان بينهم تكفير وهذا إلى آخره، فخطرت أن أكون رسول السلام بين الطائفتين حتى أنني صافرت إلى الجنوب السوداني، والتقيت بالشيخ الإدريسي، زعيم السلفيين يومها هناك، وثم حاولت أن أقرب بين وجهتين النظر وهناك من يقول أن هذا هو الهدف من خروج الفيزازي من السجن، في 20 فبراير تقريبا دعني أقول، دعني أقول، لو كان الفيزازي يعني يركب الموجة، هي مجرد تقية حتى إذا وجدت فرصة، والله كانت أكمل فرصة في تونس أكبر فرصة مع الآلاف المؤلفة من الإخوان السيلف والسلم، صليت الجمعة في مدينة بوسعيد أو شي حاجب، أو يزيد، أو بو يزيد، والله كأنني فيقى ظاهر، أنا شدني الخوف الفقيه اللي كي يخطب بكسوادي الأفغانستان، والطربوش الأفغانستان، والجمهور كامل من الناس المسجد أفغانستان، وكي هذا الرغي على الجهاد، ويا خيل الله يركابي، أنا بخير، كنت نشوف على جنبي، كنت نشوف القضية خطيرة، في يومها، يعني كان واحد النفيلة كبير جداً كنت تكفر السلطة كذلك، ثم أصبحت تدافع عنها بكل ما أتيت من دهاء، هذا صحيح؟ وأين هي السلطة من كبار العلماء؟ كنا نكفر كبار العلماء، كنا كنا نشوف فيها، أنا شخصياً وغيري كثير كنا نكفر بن باز والحثيمي والسودائس والقرضاوي، والشيخ الألباني كنا نكفره، وكانت لان، أما هدو ديال المغرب ما كنا نكفرش عنهم، لماذا كنا نكفرهم؟ كانت عندنا بعض الرؤى، وبعض الاجتهادات، وبعض الاجتهاد من غير المجتعين، فكنا نرى أنهم يوالون بين قوسين، يوالون الطواغيط المنبطحين إلى أمريكا وأوروبا، وإلى آخره، وفلسطين وأفغانستان، والبوسنة، يعني لا بد أن تضع هذا التوجه في سياقه يوم ذاك، فالأمر يختلف، طبعاً كنا مخطئين حقيقةً، كنا مخطئين لأننا نحن لا ندري، مسألة توفر الشرط وانتفاء الموانع في مجال التكفير كنا لا ندخلها، لا ندخل غمارها تماماً، بل كنا نصدر الأحكام الجاهزة، أما الحكام فمن إله، كلهم كانوا عندنا، وأنا كنت أكفر المولوك كلهم، أما الحكومة والرؤساء والبرلمان والسلافين، هذا السياسي لا أحدث ولا حرش، لكن كنا مخطئين تماماً، لذلك عندما هذا التغيير كان نابع من القناعات، يشيل في زازي، ما يقوله بعض الخصوم بأن السجن إنما كان هو محطة للترويض، ولأن المخابرات دخلوا معه، أدى، وجابوا في الهضراء كذا، ثم أخرج من أجل، كلام فارغ لا قيمة له، لم يتصل بنا أحد، أنت شوف أنت في الزنزانة ثماني سنوات، أربعات الحيوط، أنت قالت عندها كل وقت 24 ساعة إلى 24 ساعة، لا نفرق بين الوحدة النهار والوحدة ليلة، فعندك الوقت، ثم من يراجع أصلا؟ من الذي يراجع؟ يراجع من له ما يراجع؟ من له فكر في الساحة، بضع فكرية، ألف كتوبان محاضرة يراجعها، أما هناك العدد من الأمين يراجعون ماذا؟ ليس لهم ماذا يراجعونها أصلاً، يراجعون مواقفهم، لكنهم في النهاية مقلدة، مقلدون هذا وهذا وهذا إلى آخره، فحقيقة تبين، يعني كما نقول، راجعنا ورجعنا، أنا شخصياً راجعت، ثم تبين لي أن الكثير من المزالق الفكرية والعقدية، فرجعت عنها بكل فوق، وعندما خرجت من السجن مباشرة أقيم لي شخصياً مؤتمر كبير صحفي، مؤتمر صحفي هائل جداً في حياة رجلية مقدار البيضاء، وكان مشرفاً على هذا نيني رشد نيني، الله يذكره بخير، وحضرتها كبر القنوات العالمية، بما في ذلك السنين الأمريكية والأوروبية والأخير، وها بكل شجاعها، يعني أعربت عن الموقفي الجديد، وأنني أتصالح مع مؤسسات المملكة، وتصالح مع ملكي، ومع دولتي، ومع شعبي، ومع كده، هذا لا يعني أننا رسماً على الأسل، ولكن هذا يعني أننا بدأنا ننظر بواقعية، البلاد فيها ما لا يصر، وفيها أشياء كثيرة تصر، نحن كنا ننظر بالعيون السودوية، كل شيء زيره ما كينواله، كل شيء كفار حطب جهنم، ثم بدأنا ننظر كما ينبغي أن ننظر، فما هو باطل باطل، وما هو حق حق، نؤكد ونشد على عضو أهل الحق، وننتقد الباطل وأهله أيضاً بالحكمة، وباللين، وباللطف، فأظن هذا هو هذا الذي نبغي أن يكون، هل سل فيزازي يؤمن بالحداثة وبالحرية؟ لا معنى الحرية، ولا معنى الحادثة أولاً، من منظورك الشخصي أكيد، كما تعلم الحكم على الشيء فرمنا عن تصوره كما تعلم، فإذا كنا نقصد بالحداثة هو التحديث، تحديث المؤسسات، وتحديث الآليات، وتحديث أنماط الحياة، وعيش العصرنا، والانفتاح على العالم في مجال التحديث، وبعد نصوص الدين كذلك، جميل جداً، بالعكس هذا هو المطلوب، أول آية في الكريمة، مش هي صلي وصومه، أول آية في القرآن الكريمية، اقرأ، أول آية جات بالقلام وبستيلوه بالقراية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علاق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلام، فتصور أول ما نزل من القرآن، قرأوا كتابه، ما فيها مكاين، ما كين لا صلي، لا صوم، لا زكي، لا حجل، لا اعتمر، فهذا مما يدول على إنما يخشى الله من عبادية العلماء، ولم يقول فقاء، فقاء العلماء، العلماء فاش، في كل مجال، ولسيما إذا ارتبطوا وانضبطوا بشرع الله سبحانه عز وجل، أكيد، حاليا قد نعطيك واحد الموقف، والطاني رأيك منه، أحيانا الشيخ فيزازي يورط نفسه في مواقف لا تليق بالشيوخ والدعاة، مما يثير حولك الكثير من الشكوك والشبهات، ويعرضك وباقي الشيوخ والدعاة للهجوم من طرف عامة الناس، ويجدها منتقدك من الحدثيين والإلمانيين فرصة للنيل منكم ومن الدين نفسه، مثل على ذلك قصة زواجك بحنان قبل سنوات، ورغم دفاعك والمبررات التي قدمتها لم يصدقك الناس، بل قابلوا تلك المبررات بصخرية وتهكم. فعلى كل ما ترى أنت هنا لست مجل لإقناع الناس، فالناس الاجتماع أو الإجماع على شخص، الناس لم يجمعوا على رب العالمي، ولم يجمعوا على أي نبي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، ولم يجمعوا عليه، عمه، سبه، والأخير والأخير، مسألة حنان كانت حادثة تسير، حادثة تسير الأقلة والأكتر. أنت كنت مخطئ فيها؟ ليس مخطئ، أنا نصيب عليها فيها، تعرضت لي عملية نصب، نصب حقيقية، هناك عصابة معينة جاء بهذه الفتاة المسكينة بريئة، جاء بها من الحانات والخمارات، كانت ترقص هناك، قالوا لا ران فيزا تزوج، ديري النقاب ودير كذا، هذه عملية نصب، حادثة تسير، والإنسان الحمد لله عندما يخرج من الحديث هو باقي بالروح، هناك مشكلة، عادي، عادي، وكان زواجاً على سنة الله ورسوله، على أكس ما يقولون، بل على سنة موثق بالفيديوهات وبكل شيء، وبالمحكمة وبكل شيء، وذهبت إلى بيت أبيها، أنا وأبي وأمي، عند أبيها وإخوانيها وأمي، كي الإشهار، أول نظرة، كي الإشهار وكي الميلف ديال محكمة الأسرة، زواج الفتحة، ما كينش، مستوى الشرعي والمستوى القانوني، ما كينش عند التعطر سلسانه، ومطلقة، ولم تكن عازبها عند ورقة الطلاق، من الناحية الشرعية، راشد وشبعانها رشد، من الناحية القانونية، راشد على رغم أن فيهم، ماذا يريدون، ماذا يريدون، عن أي شيء، يؤخذونني بأي شيء، ما بغوش يقتنعون، وقال يقتنع، زي ما أنت تظن، أنا لكو ما كانش حادثة حاناً، معنا نرى اسمن على أسل، لا ما يمكنش، ويجبرونك، يجبرونك، 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 فكرة بضحسي الفزازي، المعروف عن الشيخ الدعاد، خطابهم المتزين، تجاه أموم الناس، وحتى المختلفين معهم، أنت جرأتك تصل أحياناً، وأعتدر على اللفظ، إلى الوقاح، وأسلوبك في الخطاب، مستفز، وغير، موزون، ومنفر، الوقاح، أنا أولد الحرام، يعني أنت واقح، أولد الحرام، لأن لا يفل الحديد إلا الحديد، أحياناً، تجد نفسك أمام واحد، يقول لك كلاماً، يعني، لو كان ما كان لك، أربما عدي يمشي العكشة سنين عدد، يستفزوك، يطعنوك في شرفك، في أمك، في ندير لك فمك، وندير لك خذب، هؤلاء، هؤلاء ليسوا طلاب علم، ولا أهل حوار، ولا يناقشون الرأي، لا، مثلاً، نحن عندنا الآن، أعزكم الله، أحسا فيها، أحسا فيها، أحسا فيها، بدل من أن يناقشني في أفكاري، يناقشني في اللحية ديلة، يقول لك اللحية تشطاب، وش اللحية تشطاب، ولا مشي تشطاب، ولا كراطة، عند علاقة بالفكار، ولكن يجب أن ترفع عليه، ترفع عليه، وما تجاوبوش مثلاً، خري، خري، يجدر الحديث الحسانية، وأستدف الثانوية، وخاطب جمعة، فأحياناً، أحياناً، 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 مرة من رأس الإنساني، ينزل تحته، ويعطيه لشي كلم شا حذراً، القافلة، وتسير الكلم وتنباح، مشي دايماً، مرة من رأس شي كلم، ويقعد الولدي، طبعاً، ما أنت ما غيرتش تنزل، لنساحة الكلم، لأنه لو عضّك كلب، لا يعني أنت عضّ الكلب، لكن هذه هي، لو كل كلب عواء القنته حجرة، أصبح الصخر مسقالاً بديناري، ولكن مرة مرة شي حجرة لشي كلب، عادي، لأنّ أولاً، تردع، الذين يطمعون في شرافيك، وفي أهلك، تردعوهم، راجح حال من واحد باغي يهجم، ولكن يقول له هذه خينا، خليه أحسن أنت ما قد تقول هو واقع اللسان وهو صالح لكن أما على ما تقدرش تجبرني شديد شي مرة شي أحد من العلماء ولا من الفقهاء ولا من الأساتداء ولا من الدكات وقللت عليه الأدام دكتور الفايد على سبيل المثال دكتور الفايد فقد عقله والله شافي ولذلك أنا لا أرده لأن كنت كان أرد عليه بالأدام والحكمة لما حسب لي غير لكنه وازع لا مش عبش دكتور الفايد فقد عقله أنا ألتميس من الجهات أن يعرض على الطبيب نفسي أو بسيكيات أو بسيكولوج يتعالج دكتور الفايد يتعالج الرجل أخي يتعالج الحائضة تصوم وأصلا مكينش في الأحاديث شيخ فتازي يتعالج إلى هذه النوقات حاليا مسألة المساواة في الأرض ما هو موقفك منها؟ لا يوجد مسلم في الأرض له موقف منها لمسائلة حسنها القرآن لا هذا في إطار تجديد الذي هضرنا عليه سابقا هذا بيناته لا يخضع للنصوص المحكمة هذه قطعيات ولكن التغير التغير ديال الوقت كما يقول بعض هذا التغير ديال الجهن أخنا نعرفه على أن الذين يسعون في هذا المسعى هم أعداء للمرأة يسئون إلى المرأة يوصيكم الله في الذكري يوصيكم الله في أولادكم للذكري في أربعة الحالات حوالي ثلاثين حالة هم نسقين في أربعة الحالات ونسوا أحد الأمر الخطير جدا وهو يوصيكم الله ليس يوصيكم السلفيون ولا الخوميدي ولا الفيزازي ولا دريس ولا الله فهل هؤلاء يوقيرون الله لا يوقيرون الله ثم فاش في أولادكم وليس في توزيع التاركة هناك حوالي عشر حالات الأنت تأخذوا أكثر من الذكر أكثر بل هناك حالات الأنت تارث والذكر لا يارث وهناك حوالي خمسطاش الحالة مثلا عندما يقول الله عز وجل ولي أبوه لكل واحد منهما السودوس لأبويه بابه إما ذكروا أنتا أوهما قد السودوس ما غادش نحتاجنا فلان وعلان وتلتان يقولوا للمساواة المساواة را حددها الله عز وجل لكن في الحالة مثلا دي الأخ وعنده أخوات كي يقول لك زمان أساس الدين خصوة تعطى لهم ذلك الحق دياله وكذلك أن الرجل والذي كيتكفل بيهم وحنينتي مبقاش لا بقي وفي الحالة أنا ما عارف صراحة في الحالة زمانية ما كي يكونش ما حال عندنا من طبيبة ومن مهنديسة ومن أستادة جامعية ومن أستادة ومن مضافة في المغرب بالقياس الربعين مليون نساء ملايين ديال النساء راهم في البوادي بل في الأحياء الشعبية بل في الأحياء العصرية أو ما هاتبوا يوتو ما عندهم مش عمل يا أخي فلماذا نحور مسألة هاتو اللي قاريات ومضافاتوا عندهم منضاتوا عندهم كده وشو ما قاملين ينفقوا فيفتي فيفتي ومورش الكراوة هذا المسألة مطروح أخصى تكونوا وده قبلوا المساوات صاد مسألة تكونوا ممكن ايش المساوات الساحيل الله عز وجل قال وليس الذكاروك الأنتى نحن نتحدث من مرجعية شرعية دربي هم يتحدثون من مرجعية استوردوها من زيد وعمر من فالله يقول وليس الذكاروك الأنتى وحتى هما عمرك نتحدث يشي فارق ديل قارات القدم مخلطين رجالا ونسان كيلعبوه ايه والمنتخب الوطني منتخب الوطني زياش والآخري والمنتخب للبنات المنتخب مش يجار عندنا في أمريكا في أوروبا علش مخلطهم علش المنتخب العيالة وحده وديل الرجال وحده علش العدو الريفي العيالة وحده ورجال علش لماذا علش المقابلة ديل تينيس علش العيالة وحده ورجال وحده لماذا انه مستحر كيد رحكوا علينا لكن انا نزيد نقول له انا نقول في النظرية مثلا انا تقول انت هسي محمد واش انت افضل من العيالة كاملين نبدأ وحده من هذه العيالات وحده من قال لي انت افضل من امك اقول له خسئت وخسرت انا تحت اقدام امي و امي انتا و انا ذاكر انا رجل و لكن و اضع امي فوق رأسي و اضع زوجاتي و بنتي و خالتي و عمتي و الاخير هناك حقوق فاذا اذا كان الله عز وجل اعطاه الذكر ضعف ما اعطاه للانتا فقد كلف الله الذكر بكل شيء وهذه النقطة اللي كي هدروا عليها بالخصوص لا ما كي هدرواش عليها هذه اللي كي هدرواش عليها هذه اللي كي هدروا عليها كانت تحداها تمشي توقع في المحكمة بأن كلها النفقت عليها وعلى وعلى زوجها اسمح عليها ممكن ان كل واحد منها يعرض عضلاته و الفكري يبدو انك انتظاهر بالدفاع عن المرأة الدفاع عن المرأة لن ادافع عنها لانا ولا غيري كما يدافع عن الله ولقد كرمنا بني ادم بني ادم دخل فيها المرأة ولا ما دخلها فيها طبعا فكرة عود حسين في زازيل المغرب اليوم يتجه الى عدم تجريم العلاقات الرضائية ما هو تعليقك؟ انا كان عارف الزينة و كان عارف العلاقات الرضائية كان عارف الزينة كان عارف الفحشاء كان عارف قول الله عز وجل من صورة الإسراء ولا تقربوا الزينة انه كان فحشة وساء سبيله هذه هي مرجعيتي و مرجعية المغاربة و مرجعية مؤسسة امارة المؤمنين و المرجعية دي الامير المؤمنين و امير المؤمنين لا يخشى احدا و قد قالها لهم بالبنت العريض بصفتي اميرا للمؤمنين فانني لا احليله حراما او احرمه حلالا يقول انت انا احشم يا اخي احشمه امير المؤمنين رأس الدولة يقول ان الحلال الحلال والحرام حرام اخطيوني من هذه التالع يعني هال الدولة المغربية الدولة المسلمة تاريخا و دستورا و واقعا جي تقول لا تبدلها اسمية تقول الزينة احلال احشم يا اخي العلاقات الرضائية لماذا دعوا تعدد احبات الرضائية يعني احبه شخص يتعام؟ يتعامى و سوف عمد بشيئ واحد يقدر علي التعدد السيل فيزازي انت تقدر السيل فيزازي ليس مشكلة تتعامى هذا الذي عندك لا تقدر ولا تقدر لو احده انت تقدر الى يكثر من الوحده انا الفكرة وضحة السيل فيزازي انت معه مع إسرائيل أنا مع التطبيع مع مصلحة المغرب إذا اقتضت مصلحة البلد وهذه المصلحة من يحددها يحددها المختصون الذين يحيطون بملك البلاد الذي يستشيرهم في الصغيرة وفي الكبيرة ويضعون الميزان المصلحة والمفسدة ثم استقر أمرهم على هذا التطبيع أو عدم هذا التطبيع فأنا مع ما يجنح إلي سياسة أنا كفرط ممكن أن يكون لي رأي آخر ما هو رأيك؟ بغيت نعرف رأيك رأي أنا كنت قد نشرته في مثلا قلت أنا ضد التطبيع بصفتي مسلما عاديا لكن بصفتي واحدا مما ممن يدرك أن هذه البلد أو هذه البلاد لها مسؤولون أكثر مني إيمانا وأكثر مني تقوى أكثر مني تدينا ودرسوا ووصلت قناعة مشهادهم على أن التطبيع مع دولة إسرائيل أو إعادة العلاقة مع دولة إسرائيل أو الاتفاق ثولتي من مصلحة البلد فليكون أنا أصفق لهم بكل شيء وأباركه والله يبارك لا يوجد شكلات لا يمكن الحالة هذه أن أكون ضدا على مصلحة الأمة على مصلحة الدول ومصلحة الشعب قررت الدول أن تطبيع مع إسرائيل وما لا يسرائيل معرفت نسولك متى والعالم كمان ما أصرف بإسرائيل العالم كله مطبيع مع إسرائيل مما في ذلك الجزائر كله مطبيع قدروا نشوفوا نهار سيلفيزازي في إسرائيل في رحلة مثلا استجمامية أنا استجمامية أظن أن شواطئ المملكة أجمل بشواطئ فلسطين ديبلوماسي في رضو الدين لا أنا أقول لك هذا بكل تأكيد لكن أن أذهب للصلاة في القدس لا تذهب إلى إسرائيل أذهب إلى القدس لأنني أقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد العقصة ومسجد هذا ولكن حاليا تعترف أن هناك دولة لإسم الإسرائيل كلهم أنا أتحدى أي إنسان يقول لي يعني أقصى مايكين الجزائر كلهم يعترفون ويطالبون بحل الدولتين ياك أولا تبون وشنقريحة والعمامرا كلهم مع حل الدولتين دولتين تكونوا ما الدولتين من هما؟ حدث المرايخ وحدث الأرض وفلسطين وإسرائيل صحيح فالمشكلة هو وش حدود ثمانية واربعين ولا حدود سبعة وستين هذه هي أما يؤمنون بدولة إسرائيل طيب لماذا يطبيعونها مع بريطانيا وبريطانيا هي التي زرعت إسرائيل لماذا يطبيعونها مع الوهيلة المتحدة الأمريكية هي التي تحمي إسرائيل بالفيتو بكل بي لماذا يطبيعونها مع الاتحاد الأوروب والاتحاد الأوروبي هو إسرائيل فكرة واضحة ولكن غير الفيزازي سنرى ما نعرف إسرائيل وكعمل الصور بحل ما يعمل من دبي ومن دول أخرى الله يجب شيء تذكير عليك وما تنسى شي أنا مزوج من فلسطين وزوجتي فلسطينية ومشي نصيل الرحيم مثلا كتعتبر فلسطين وإسرائيل لولة واحدة لا لا أنا قناعتي على أن إسرائيل بقرارات لها معقدة جدا أحتلت أرض فلسطين بالقوة من وعد بيلفور وبريطانيا ما خرجت رجليات يعني هي مسألة السعمار مسألة القوية أكلوا الضعف ليس مسألة دينية مسألة ما نعرف شنونا أخرى أنا كنت أقول أنا احتلال احتلال مع هذا الاحتلال هناك شيء يسمى التطبيع أول ما نطبعه من الفلسطينيون أنفسهم لماذا أنا مفروض علي أن أكون فلسطينيا أكثر من فلسطينيين أين التطبيع عرفات الله يرحمه مع بيريز ومع بيقين ومع هذيك الوزيرات الخارجية اسميها قول دامايير وفينو؟ أين التطبيع؟ لأنور السادة مشاحتلة رحمة الله يعني مشاحتلة الكنيسة وقدر الخطبة ما جاءت تحتل المغرب وتعوجت طيب والتطبيع مع النصارى أحلال يعني التطبيع مع اليهود حرم والتطبيع مع النصارى لماذا الجزائري المطبعون مع فرنسا التي احتلتهم منذ 132 سنة منذ 1830 وقاتلت ونزبت وخرمت وقتصمت و18 ألف هجوم جومة ديال الشهدارات وعرضت الآن في المتاحب باريس ومطبعين معه ليس مطبعين لا نباطح إلا الان بيطاح مع النصارى أحلال جاءت حسن اليهود وحرم وزيد على ذلك أن اليهود لدينا علاقة بهم نحن المغاربة لدينا تقريباً مليون يهود يتم مغاربة عندهم بيعة عندهم كذا إلى خير فإذا نحن طبعنا مع بلد بلدنا وهؤلاء اليهود أحمرنا أمكارينا أولاً دولة إسرائيل دولة قوية دولة تقنية عظيمة جداً مئة وستين ونجد نكشير وقصنا ويغام وتمسحق عاد العرب علىك فدولة قوية دولة تقنية عراقية جداً ديمقراطية إلا أبغيتي يا كثير والأخرين شنو عندهم مثلاً يسدعون دول ممانعة ودول طوق وصورية ومن بعد لا شيء حتى المسجد ديالنا المسجد ديالنا من اللي فتحت عينينا اللهم جميل اللهم دمر إسرائيل لا نرى إلا إسرائيل نطيحة السحاب والحضارة والرقي والدمار كان في بلد مسلمين أعطين هنا أعطيك الخارب والفقر والجوع يعني شيء حاجة مركب ثم إذا هناك هذه القضية اللي بدنا نزيدها لماذا نطبع مع إسبانيا وهي محتلة لأرضينا ما شيء قيل هي محتلة لأرضينا ونطبعناها ومحتلة للأندلس الأندلس وقرطوبة وإشبيلية وماربية والخزيرات وطاريفة وإلى آخرين لماذا نطبعوه؟ محتلة لأرض الإسلامي إلى الآن ومحتلة السبتة أمليا إلى الآن ونطبعوه مع نش لماذا؟ أعطيني دالي الشارع الذي يمنعني من التطبيع مع اليهود ويبيح لي التطبيع مع السبنيون يعني كين وحد تناقض شوف كين متاجرة يعني ما كين شيء قضية قضية فلسطينية ومشابه هناك متاجرة يا سيدي هناك عشرات آلاف من الفلسطينيين يدخلون كل صباح إلى إسرائيل للاشتغال ويخرجون كل مساء وعيشون في الثور يا شيفرات الفلسطينيين كيف يعيشون؟ ألف أورو إلى ألف وخمسمائة أورو في شهر ثم ينتقدوا واحد في فهران وفي النماء يقول أنت تحرير طوابير على السميد ويتحرر هذا الذي لديه مليون ونصف شهر بسبب هذا؟ الفكرة بضحسين في ذلك وبركاتك يا شيخ نبي العيوش كان يصور يا خير الله تواصل معك باش يستشرك شنو هم التغييرات اللي اقترحت عليه؟ لا نبي العيوش لم يستشيرني لم يتصل بالاستشارة بل لتوظيفي ولجعلي أشاركه في مراقبة السيناريو في مدة أربعين يوماً على أساس أنه لا يعرف من الإسلام شيئاً وعلى أن الفيلم أو الشارع السينمائي سيكون فيه مشاهد إسلامي وشباً يصلون وإلى آخره وأنا كان مطلوباً مني أن أراجع السيناريو وأن أوجه أولئك الشباب ليقوموا بالحركة الإسلامية الصحيحة إذا صلى وإذا لبسوا وإذا إلى آخره لأنه يخشى أن يسئ إلى الإسلام في عرض من عروض يمثل الدين الإسلامي بطريق غير صحيحة فأجي أبي من أجل تصحيح لكن بعد ثلاثة أيام وجدت في هذا السيناريو وجدت هناك بعض اللقطات السينمائية بأنه واحد يدير الفاحشة في واحد في القارج فقلت له هذا ما ينبغي قلت له هذا المشهد سيكون حقيقياً قال لي نعم سيكون حقيقياً قلت له أنا أذكرك أنه نشوف التلميح بلغ من الصراحة أحياناً يمكن أن تقول لك كلمة واحدة الجمهورة ليس حمار الجمهورة هي ذكية كلمة إشارة يفهم ما يفهم ما تجيبت الشاب مغرين وشاب مغرين ويحيد له السروال إلى آخرين فقلت له قلت له مع أنني كنت قد نتخلص مزيان جداً وضحيت بسبعة وثلاثين يوم وعد خرجت من الحبس وخصني الفلوس وضحيت لأن ديني وكرمتي أكبر من فقلت له العقدة بين يومين كنت لاحظ كل شي تدوز لي أنت المثليين والدعارة من بعد تدير في الجينيريك تحت إشراف الشيخ محمد الفيزازي تحت إشراف الشيخ محمد الفيزازي تحت إشراف الشيخ محمد الفيزازي فكرة واضحة الشيخ فيزازي سؤال موالي من المؤكد أنك وقعت في العديد من الأخطاء خلال مسيرتك الطويلة ما هو الخطأ الذي لا تستطيع أن تغفره لنفسك؟ أولاً ما العصمة إلا لنبي ليس منا أحد معصوماً ألبته أكبر خطأ وقعت فيه في حياتي والزواج بحالة فكرة واضحة نزول الفقرة الأخيرة والتي هي فقرة الصورة والتعليق أو فيديو التعليق معه والفيديو الأول أخيراً الشيخ فيزازي تجار الدين تجار الدين ولكن هم لديه فكرة لا تجارة هذه فكرة أخرى فكرة أخرى فكرة شيء آخر فكرة أخرى لا أحترام 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 أفكار دين لا تجارة الدين لا لكن فكرة أفكار دين لا هذه أفكار تجارة بيع وشراق هذي كتن سوق راسي باش يكون عندي بزار ديال الناس تابعيني و باش نتحرك بأرياحي نتحرك كيف ما بغيت ومشي كل ما بغيت ودكش هذا كان واحد الوقت من الامع الوهابية الوهابية تسالت دفا في الساعة دي ما تقعش دونك تجارة الدين و هذي الناس هدو ساهموا في أنه يديروا التخلف في البلدان اللي هما فيها في كانت ذلك واضحة دون الصورة الموالية هذا كان تعليق محمد شوبي هذا شوبي لأنه أعطيته صلخة معمره و ينساهه كان بينه وسجال في الصحافة و الكتابات و كده و كان يظن أنه من المتفتحين أصحاب الأقلام لكنه وقع بين يدي الشيخ فدفع الثمن يتهموني بالتجارة في الدين و أنا ممكن أن أقول له نفس الشيء أنت تتجر في الحداثة و تتجر في التحرور و حرية الرأي إذن هو ماذا يفعل؟ هو يتاجر إذن نحن نقول أنت تتاجر في الدين ماهو عندي الدير أنا دير الدين الإسلامي يحط له العلاب و فيه السنة و آيات و كده هل يبغى هذه الآية بعشرة الدرام و هل يبغى هذه الآية هل يتجر في الدين كلام لا قيمة له هذا كلام يورده به دغدقة العواطف الأقل لا أكثر و أن يحاول يعني في أقدر من أصبح الله يعني حال هذا ما رأيته حال هذا ما رأيته حال هذا ما رأيته لأنه حزين حزين جداً شفاه الله لا مزيلاً أنا كان معي في حلقة و كان مع سعيد و عجبوا الحال لا لا يمكن يمكن أن تخصوا رقية شرعية تعاوط له هذا الشيء كان وجعل تحية السي محمد شوي من هذا المنبر وجهلون ته لا أحيط أحتراماً له لا أحترم فكرة و تحمل صورة الموالية أنا أحترم من يحترموني الصحفية والإعلامية ما رأيته ما رأيته ما رأيته ما رأيته ما رأيته لدي عدة البرامج و زارتني في بيتي واحترمتني جاءتني بالحجاب و قامت معي برنامجاً في البيت و مع أهلي وأيضاً استضافتني عدة مرات سواء في الراديو بلوس أو في تلي ماروك إلى آخره هي دائماً كانت مؤدبة معي لكن تتخذ لنفسها منهجاً تزعم على هذا وتزعم على هذا البرلماني على هذا الوزير و هذا ما يميزها هي هذه طريقتها الخاصة وأنا أدعو لها بالتوفيق و كان وجهلها تحية كذلك تحية لها ما هنيش إشكالي نزو الصورة الموالية قبل قلت لك أنا لا أحترموا من لا يحترموني عند السيدات تحترموني خلاص؟ نبؤات الأطلس نبؤات الأطلس بقى في الحال استلزروا مع ألمانيا ما أعجبني شي الحال ولكن عثرة عثرة طبعاً أنت بغي تخرج مني شي 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 و أنت عرفت دابة شو أنا عارفت نبؤات الأطلس من مرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة لا أرغت الجواب ديالك أنا لم أكرر شي يغطيوا كل شي و يلعبوا الكرة بدل ما يأخذوا السلسفر من ألمانيا وهو ما يعطيوا السلسفر الألمانية مشكلة في اللباس الرياضة لا لديها مشكلة بالعكس لا لديها مشكلة الرياضة بالعكس الرياضة محلوبة و بالمناسبة حقيقةً منتخب الموطني الذكر للرجال حقق مجموعة الإنجازات الإنجازات التي لفع الدولة تحدث عن المستوى الرياضي المستوى الشماعي كذلك السياحة والترويج للمملكة عدد السياح تضع في 4-3 مرة بسبب المنديون الرياضة اليوم صنعة الرياضة اليوم مصنعة معمل شي المعمل طاق 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 يخرج السلاء الرياضة مصنعة مصنعة للإشهار مصنعة للسلاء الملميس السياسة الترويج للدولة إلى آخره بسبب المنتخب البوليزاريوم جاء دولة عندها المنتخب وصل المربع الذهبي هو الرابع ويغلب السبنيول والبرتوغال وتعادل مع فرنسا ويغلب كرواتيا تقرنات مع الفوليزاريوم لا مكان مقرنة ولا مع الجزائر وصوف نسالين وصوف الموالية خاطئة خطئة لا أخطأ منك لا أعود من الله خيب سمية أعود من الله أعود من الله يخص أخص أخص تعليقك العقل يروم المغرب الشعب المجد تببون ضحية ضحية للآلة العسكرية ضحية للمؤسسة العسكرية ضحية لشنقريحة حديدا وليمن قبل شنقريحة هو يقول ما يملأ عليه والآن سبحان الله العظيم دخل إلى عالم الكذب الرجل كيف يمكنه الصحفيين الذين يسألونه كيف يبقى بوش بي كيف يتعجبون الصحفيين ما يقولوا رئيس الدولة الديمقراطية ديال الأوروبا خرجت زادت هنا سبنيون هنا الديمقراطية الفرنسية هنا الصحفيين أنا كنت كنت نشوف العيون الصحفيين كيف يعملوا فيه دولة اللي عندها بلرج شاهيد والحجرة شاهدة ويحكموا عليهم الإعدام رمين بالرصاص والحمار شاهيد أنا أعرفش والله العظيم أحيانا أحيانا أتسأل زي ما في النظار كنت الجزائر ما فيهاش علماء ومفكيرون والله فيها فيها علماء وفيها مفكرون وفيها عمالقة ده مكي مشكل في النظام ديالهم الجزائري أنا لو أسميه النظام 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 هو فوضى عصابة النظام هو وضع الشيء في موضعه تبون ليس في موضعه إذا لم يمكن أن يكون النظام النظام والنظم والتنظيم بنظام ونظيم يعني كل حاجة بلصة هذا مشكل بلصة هذا لا نظام لا نظام فوضى عصابة فكرة واضحة فكرة واضحة فكرة واضحة فكرة واضحة فكرة واضحة فكرة واضحة لكن هو شاهدني وكنت مع أهلي وعيالي فطلب من أحد المعارف أن يلتقي بي خمس دقائق كذا وقال لهم الله يجب الهدايا على الشيء في ذلك فقلت له مرحبا لكن بشروطي أولا داخل أطيل في مجمع عام ومع أهلي وزوجتي وكذا وحينها سأدعوك إلى الله سبحانه عز وجل التوبة بيدي لها سبحانه عز وجل هل تسأل قوة؟ لا، أنا لا وأثقه في أي كامل فقد اثقبوا صورة واصحابه صورة فها حيث نص دقيقة قالوا مع سيفيزازي مبرع مع سوفيطول في اسطنبول أو أن يتعوض فكرة واضحة الفكرة واضحة وكما 여 Edwards لا فكرة واضحة من البيدينا فكرة واضحة كلب فيها من دبيا العمل إدارة السجون وإعادة الإدماج بقي فيها ستنك وحييه تحية خاصة وحيي هذا الرجل أنا الشخصير وحييه تحية خاصة ووجه له كل التقدير وكل الاحترام هذه المؤسسة طبعا مؤسسة مهمة جدا داخل البلد في كل بلد وأظن أنها تطورت الآن على مستوى التغذية من قجدك القفة أو لأنك القوانتين أو لأنك الطعام تحسن ظروف الرياضة ظروف النوم ظروف المكسنون سجناء بمناسبة فأظن أن الإدارة تحسنت كثيرا 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 جدا وأنا سأل الله المزيد أنا عندما كنت في سجن فطانجة تصور سجن فطانجة عن ناء السوديو كنا نتابع الكلاسيكو ديال صبانيول وكذا التلفزيونات داخل زنازل ولكنك كنت مرتاح على خاصة كنت عند غرفة ديالك بوحدك فيها مطبخ لا ينصر سيدنا لا ينصر سيدنا أنا أظن أنه أظن أنه كنت في ساتفيلاج لك لا 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 تبارك الله ما أخليت عكاشا ما أخليت الزاكي ما أخليت السنتر القنيطرة ما أخليت ساتفيلاج ما أخليت أنا جوال حباس ولكنك كنت تستغيل سجناء في سجن فطانجة استغيل لهم في ماذا؟ كنت تشريهم بوش درهام وكتبها بوش درهام الويسكي لا أحب الويسكي سرويسا لا أحب المشروب حلال لا حرام كوكا كورا أنا لا أبيع كوكا كورا كنت تشريها بوش درهام وكتبها لهم بسبع درهام هذا من المصدر غير صحيح غير صحيح كذب غير صحيح كذب غير صحيح وأولاً هدفي من ناحية الخلقية فيه استغلال أكيد فيه استغلال واحد ظروفه سيئة وكذا فيه استغلال أنا لا أقبل أن أستغل أي مخلوق وكانوا معانا النصارى وكنت أستغله معانا تقريباً تلتمية نصارى اعتقلوا في المخدرات عادةً نحن أعلم لكنني لا أقبل أن أستغل لأنك تعرف الإنسان سجين نصراني أو يهودي أو مسلين كي كونك يدوز موحد أزمة أعرفت نحن أرى الناس يريد بذيش أرى الناس يريد أن يريد أن يريد أن يريد معانا نسجين مثله ومع ذلك لا 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 أقبل هذا يعني معلومة غير صحيح نصو الصورة المغادية تتبعنا فتاوة ابن تمية في الحجب النساء كل ما يمشوا جهنة لازمنا الآن نتبع فتاوى فتاوى البوتى نحن الآن نعيش بفتاوى الموتى والذين ليس لديهم القدرة على فهم المجتمع الآن يجب أن يستقلوا من الميدان قبل ما كانش كتعمل إلى جنب الرجل هذه الوصفات الجاهزة أظن أنها استهلكت وأنها تقادمت وتهالكت لأنها فتاوى أشخاص وليست في هذا هذا هو الذي لا يتغير أشياء الأخرى كلها متغيرة لأنها لأشخاص تعليق ديالك على الفيديو لأسف لكن لا يوجد الحق في بعض النوقات مثلا لا مثلا القرآن منزل الله عز وجل ولكن أشياء أخرى هل تستطيع أن تكون فيها أخطاء لا أولا أولا أعرف أنني كنت عندي علاقة وطيدة بالدكتور الفيد عندما كان الدكتور الفيد اشتركت معه في سلسلة من البرامج في إداعات شدائف أم يوميا على المباشر شهر كامل كان عنده ساعة وأنا عندي ساعة ونصف ونلتقي يوميا أنا أعرف الرجل لكن الدكتور الفيد الآن عرفنا من هم أساتذة شو يخوه شو يخوه شحرور الكيلاني البحيري راشد أيلان أحمد عصيد إذا كان أحمد عصيد لا علاقة له بالدين ولكن ولكن يجتمع أن لهم قواسي مجتمرة كان يجتمعون حولها فإنما له فيديو أظن يعترف بعطمة لسانه أن ما هو عليه الآن كان قد سجله في التسعينات ولكن كان يخشى أن يعلم الناس وكذا ويخاف أن يقتله من يقتله في الأخير والآن محميه لأنه إلى آخر تغيرت الأحوال هؤلاء القرآني هؤلاء قرآني لا هو ليس قرآني ولا يقول أنه قرآني هؤلاء بعد قال لك إلا في هذا وجهة وراء القرآن لا هو ليس يلغي السنة لا يلغيها لا هو يقول أنه يمكن أن يكون فيها خطأ لأن مثلا صحيح بخاري وصحيح مسلم يسيدي ما تتبعش الخطأ وأنا معك والذي يتبع الخطأ رام كلخ من قال له تبع الخطأ وهذا ما يقول هو لا لا يقول هذا أبدا وهي يقول لك جيب لي حديث فيه صلاة الصبح أتحد ذاك جيب الحديث فيه صلاة الظلم عشرات لأحاديث و ألف مرة يقول لك لي في هذا القرآن مرحبا ما كيشف هذا القرآن وكيسمي العلماء كهنود بما فيهم الآئمة الأربعة بما فيهم الصحابة يسميهم كهنود ودبا انتهى أنا نقول له السؤال بسيط من خلال هذا المنبار السيل الفايد وش كتصلي ولم كتصليش قد يقول لي مسلم كان صلي قد يقول لك يباش كتصلي المغرب لا تدرك عزوج بالجاهر وحدا بسيط وبينا زم تحية الله في نايف القرآن طلع لا يمكن أن نكون مسلمين بالقرآن واحد لا يمكن ومن يفهم القرآن هؤلاء والله أنا أتحدى أن يعريبا أحد مرة تحدى نقلك أنا أتحدى أن يعريبا الكريم أن يعريبا يا رجل أنت مزح تتفرق لا تفرق بين الثلاث والربعي أه عرابا يعريبا ليس يعريبا عرابا يعريبا هو كي يقول أنا أتحدى لأن يعريبا لا تتفرق ما بين الثلاث والربعي هذا هو الإنسان هذا الرواي بيضى لأسف الشديد هذا هو الوصف شيء صحيح الرواي بيضى لكن أنا أظن أن دائما كان يقول الدكتور هذا خرج من مجاله فضاع ما توصلتش مع هاتفيا مثلا أنا دردت عليه بالأداب والدكتور الفايد وكذا أو ينزل عليها لا ماذا بضروري على أفل العالم توصل مع هاتفيا وتقول له دكتور إلى آخر لا يرد حتى لأحد أه لا يصبح خلاص ركي برد هذه البديرة ممكن أن تفعل الشيخ فيزي ممكن أن يفعل هذه البديرة أنه يستريفون عيد دابة معاه حاشا الله يلن أفعل أبدا وتوجه لي تحية أبدا الحاشة اللي نقول كل الله يشفيه أنا أريد له الخير أسأل الله عز وجل أن يهديه أسأل الله عز وجل أن يشفيه مما هو فيه صحيح حاليا الشيخ فيزي سيندوز والصورة الموالية والصورة الأخيرة هذه كنا كنا مدعوين في حفل الزفاف في فاس وكان يحاضر كان الدور عليه في أن يحاضر في الأمر المعروف أنه المنكر أنا اختلفت معه كثيرا في هذه المناسبة وكنت أقول له بأن تغيير المنكر باليد هذا من مهام ذوي الشوكة من مهام السلطة وكان يشتغل مع بعض الويداديات وكانوا كي على كل حال يتهجمون على السكارة وعلى منحرفين وإلى آخره ولكن اليوم تبدل الفكر دياره والأفكار دياره أصلحها معتدين أنا لا بالعكس انتقل من التطرف إلى التطرف إلى النقيد أنا أقول فيه ما يقوله هو عن نفسه حتى لا يؤخذ لأنه دبر مع وزير العد يقدر يدخل من الحبس عن السلطة أنا معني سلطة على كل حال أقول فيه ما يقوله وفي نفسه فهو يقول بأنه تحرر ويقول بأن ما كان عليه قد انقلب عليه جملة وتفصيلة ومشاف له الآن أصدق نعرف منهم وله مجال نعرفه ويقول بعضمة النزان ما عاد له أي شيء يربطه بالعالم القديم أو الكذا حتى من أقرب الناس إليه من أقرب الناس إليه الشيخ حسن كتاني فليس بينه وبينه ولا يجمع بينه مشيء ألبت ألبت فنحن تراجعنا عن كثير وغيرنا مواقفنا وإلى آخره وهو كذلك غير مواقفنا غير مواقفهم مع الثوابت مع القطعيات نحن غيرنا مواقفنا فيما يسع فيه الرأي والاجتهاد ورأي الآخر وهو كذلك عنده رأي آخر وقدروا القطعيات التي تشوفهم لا يشوفهم ما هو مثلا لا يقصد يقول أنه يدر مزيلا غير رأيه يعني يرد على رب العالمين في وصيكم الله في أولادكم يتذكرون مثلا يغير رأيه في العلاقة الرضائية أنا قلت الفيزا زيكم فرحان حيث صديق ديالو كين في وزارة العدل المستشار في وزارة العدل تكون صديق بيننا وليس صديقي ليس صديقي لا يجمع كان زميل ولا زميل كان بيناتنا علاقة قوية جدا ولسيما مع أبيه وعلاقة الحبس لأننا كنا في جنح واحد في الزنازين في السجن المركزي فلعبنا الكرة مرة والآخره وتناقشنا وتدبزنا وتصالحنا داخل الحبس الحبس لما تقول الحبس ثمرة ما تتعبشنا والحبس لكن للأسف للأسف الرجل أصبح عاصد يتعلم منه شيحمد عاصد أصبح يتعلم منه خلاص لا نجبل شيء أخرين يتعلمون منه خطورة أبو حبس أو خطورة أبي حبس أنه عارف القرآن الكريم وعارف الكثير من السنة وعارف الكثير من السيرة ولذلك يستغل وليس يقلب لهم على الشبهات ويضعهم على طبق منهم يأتيون العلمانيون وكذا كذا لا 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 نحن نسنا ضد الدين وانتوا مجهبون بالحجة التي عندكم كذلك أعش نسكتين لهم نسكتين لهم نسكتين لهم نسكتين لهم نسكتين لهم نسكتين لهم لكن أفكاره بعيدة عن كتاب السنة بعيدة جداً فهو يقول أنه تحرر جمتين لهم نسكتين لهم هو يقول أنه تحررت وانا أخلقته فخلاص هذا فأنا لا أحجر عليه أنا لا أحجر عليه بمناسبة أنا لا أحجر عليه ولا أصدر عليه أي حكم لكن أقول بأنه انتقل من النقط إلى النقط التعليق واضح سيلفيزا زيكا نسطل الختام حلقة دي إنه واحد ملاحظة تبدل فيك كل شيء إلى اللحية قد في نفس القياس أولا خليني بهدمونا سببقوا لذلك اللي قالوا اللحية تشتبع الذين يسخرون من القص الشارب وتوفير اللحية ويسخرون من سنة النبي صلى الله يتم دمر خطير جدا عقديا فكانت النبي صلى الله عليه وسلم اللحية تملأ نصف صدره وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وجز الشارب وإنهاك الشارب وإحفاء الشارب وتوفير اللحية وإرخاء اللحية وأنها من سنن الفطرة خمسة من الفطرة دخلا وعشرة من الفطرة يعترضون على من يعترضون على أن يصلاح سنر وأنا أحسن ما فيها هي هذه اللحية أحسن ما فيها ولن تتغير ويكفي أنني وقفت أمام أمير المؤمنين وكانت كثير من هذه الله ينصره والله يحفظه فإذا كان ملك البلاد وهو من هو واستقبلني وحتفى بي وحتفى لي بي وأنا على هذه الأهيئة أشب قال الأخر ما يقول يقول لي إرهابي يقطع لسانه فأمير المؤمنين لا يصلي خلف الإرهابيين يقول لي لحياة الشطابة يقطع لسانه فأمير المؤمنين لا يصلي على لحياة الشطابة ويصير على هذا الاتجاه سير فيزازي شكرا لك على الحضور شرفتنا الله يكبر بي متابعنا الكرام شكرا لكم شكرا لكم وصول كذلك للطاقم التقني دمتم في لعاية الله وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم